في مجال الرياضة ولأول مرة في تاريخ المصارعة النسائية البطلة صمر حمزة لعبة المنتخب المصري الأول للمصارعة للكبار حققت إنجاز كبير جدا بأنها وصلت للمباراة النهائية في البطولة المقامة في العاصمة السربية بيلجراد وصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للمصارعة على فيسبوك نشروا لها الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي وكاتبين عليها History Maker صانعة التاريخ والحقيقة إنه مصر بتشارك في هذه البطولة بلعبة واحدة هي صمر حمزة خاضت المباراة النهائية منذ دقائق انتهت المباراة للأسف إنه لم تفز صمر في المباراة النهائية أمام التركية أدار ولكنها بالتالي بعد ما يعني خسرت هذه المباراة حصدت المركز التاني والميدالية الفضية في هذه البطولة فبنقول لها يعني ألف مبروك كنا نتمنى كما كانت تتمنى أن تصنع التاريخ مرة أخرى لتقلت بلقب البطولة إنما الحقيقة اللي هي حققته برضو إنجاز طيب جدا تستحق عليه كل التحية والتقدير وبإذن الله ربنا وفقها في كل البطولات القادمة